بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاف في درسنا لهذا اليوم نكمل ما أخذناه أنا وأنتم في الدرس السابق حينما تحدثنا عن استقرار بني حنيفة أبنائي وبنات الطلاف في الدرس السابق أنا وأنتم تعرفنا على جذور تأسيس الدولة السعودية من خلال ما قرأناه وتعرفنا عليه حينما قلنا وتعرفنا أن جذور الدولة السعودية تعود إلى الأسرة الماء ممتازين آل سعود هذه الأسرة المباركة آل سعود تنتمي إلى بني حنيفة من قبائل بكر بن وائل من ربيع إذن هذه الأسرة تنتمي إلى بني حنيفة من قبائل بكر بن وائل من ربيع التي استوطنت قلب شبه الجزيرة الممتازين إذن هذه الأسرة استوطنت قلب شبه الجزيرة العربية وكانت قادمة من الحجاز حيث أسست فيها دولة قوية وكان ذلك قبل الإسلام تأسيس الدولة في وسط شبه الجزيرة أو في قلب شبه الجزيرة العربية كان قبل الإسلام حينما انتقل بنو حنيفة من أرضهم في الحجاز إلى وسط شبه الجزيرة العربية ما السبب من انتقالهم من الحجاز إلى قلب الجزيرة العربية ما سبب انتقالهم من الحجاز إلى قلب شبه الجزيرة العربية أحسنتم الهدف من ذلك وبحثاً عن المراعي لإبلهم ومواشيهم وأيضاً عن مكان يصلح للاستقرار وكان ذلك قبل قرنين من ظهور الإسلام أو قبل الإسلام أي قبل مئتين عام من ظهور الإسلام إذن تعود الجذور أو جذور هذه الأسرة المباركة آل سعود إلى بني حنيفة من قبائل بكر بنوائل من ربيعة انتقلت من الحجاز إلى وسط شبه الجزيرة العربية أو إلى قلب شبه الجزيرة العربية الهدف من ذلك وما سبب هذا الانتقال الانتقال من الحجاز إلى قلب شبه الجزيرة العربية هو البحث عن المراعي للمواشي والإبل بالإضافة إلى البحث عن مكان مناسب للاستقرار حيث أنشأوا وقاموا دولة قوية وكان ذلك قبل قرنين من ظهور أو قبل الإسلام ثم تعرفت أنا وأنتم ما نقله ياقوت الحموي في كتابه معجوم البلدان عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال ماذا قال؟ خرجت بنو حنيفة بن لجيم ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل يتبعون ماذا؟ الريف أي يتبعون الكلأة الهدف من ذلك هو البحث عن الكلأة وعن المراعي المناسبة لإبلهم ومواشيهم حتى قاربوا أي حتى اقتربوا إلى اليمامة أي قلب شبه الجزيرة العربية الذي على السمت الذي كانت عبد القيس سلكته لما قدمت البحرين أي على الطريقة التي سلكته عبد القيس حينما قدمت البحرين عندما وصلت بنو حنيفة إلى أطراف اليمامة إلى أي إلى قبيل اليمامة نزل أحد زعمائها ويدعم ممتازين عبيد بن ثعلبة بن يربوع الحنفي في موضع يقال له قارات الحبل على مسافة قبل اليمامة بأربعين كيلو مترا عن وسط الرياض أقام به أياما وجلس فيه فترة من الزمن خرج أحد رعاة عبيد أبناء وبناء الطلاب يبحث عن هذه المناطق ويتجول في هذه المناطق فماذا وجد أبناء وبناء الطلاب وجد أو حينما وصل إلى الرياض أو مدينة الرياض كانت تسمى أو موضع مدينة الرياض كان يسمى ماذا؟ أحسنتم خضراء حجر ماذا رأى وماذا شاهد؟ شاهد قصورا قائمة ومزارع ونخيل وبساتين أبناء وبناء الطلاب هذا إن دل على شيء يدل على أن هذه الأرض طيبة طيبة الماء طيبة الزراعة فرجع إلى عبيد أو عبيدا بذلك وأخبره هل رجع؟ بل أخذ معه مما وجده في تلك الأرض من تمر وما وجده فلما رجع ووصل عبيدا أعطاه من تمر هذا النخيل الذي أخذه من الموضع السابق الذي كان فيه خضراء حجر أو الرياض فأكل منه عبيدا فقال هذا والله طعام طيب بمعنى أنه عرف وأيقن واستشرف أن هذا المكان هو المكان المناسب للإقامة لطيب ثمرها هذا إن دل على شيء كما ذكرت لكم أبناء وبنات الطلاب يدل على طيب أرضها وطيب مائها وأنها أرض صالحة للزراعة لوجود أو لما جلبه راعي عبيد من تمر ذاقه وأعجبه بعد ذلك بعد أن أصبح عبيد أبناء وبنات الطلاب ركب فرسه وذهب ليستطلع ويستكشف هذا المكان الذي ذهب أو قدم منه راعي عبيد أراد أن يتعرف ويرى بأم عينه ماذا أو ماذا شاهد راعيه لما وصل عرف أنها أرضا لها شأن أي بمعنى أرض ذات طبيعة ذات أرض خصبة وفيرة المياه فماذا فعل وضع رمحه وغرس رمحه في الأرض وقرر الاستقرار فيها فماذا فعل هل قرر الاستقرار وذهب بل احتجر ثلاثين دارا وثلاثين حديقة فسمي هذا المكان بماذا بحجر الإمامة لو سألتكم ما سبب تسمية حجر الإمامة بهذا الاسم لأن عبيد احتجر ثلاثين دارا وثلاثين حديقة فسمي هذا المكان بحجر الإمامة إذن سبب تسمية حجر الإمامة بهذا الاسم نسبة إلى ما قام به وفعله عبيد بن ثعلبة حينما احتجر أو وصل هذه الأرض المباركة هذه الأرض الطيبة ووجد فيها ما وجد من نخيل وأرض صالحة للزراعة ومياه وفيرة فاحتجر وبنى فيها ثلاثين دارا وثلاثين حديقة وبعد ذلك قال شعرا وذكرناه لكم في الدرس السابق نكمل أبناء وبناء الطلاب ما أخذناه في درسنا لهذا اليوم من كان كما ذكرت لكم قبل قليل أبناء وبناء الطلاب هذه الأرض قبل أن يصلها عبيد بن ثعلبة ومن معه كانت قد سكنت وكانت أو كانت مأهولة من كان يسكن هذا المكان قبل نزول أو وصول أو استيطان أو استقرار بنو حنيفة فيها وماذا يقصد عبيد بن ثعلبة بقوله فسوف يليها بعدنا من يحلها يعرف هذا المكان أبناء وبناء الطلاب قديما كما ذكرناه بخضراء أو خضراء حجر لماذا؟ لأنها أو لكثرة ماذا؟ كثرة الخضرة فيها من المزارع والنخيل والمياه كما ذكرت لكم حينما ذهب راعي عبيد بن ثعلبة ووجد فيها ما وجد من نخيل وثمار فهي سميت خضراء اليمامة بعد ذلك خضراء حجر عفوا بعد ذلك أحسنتم حينما احتجر ثلاثين دارا وثلاثين حديقة سميت حجر اليمامة إذن وموضعه اليوم هو الرياض هذا الموضع هو جزء من إقليم اليمامة إقليم اليمامة في وسط شبه الجزيرة العربية كان ركزوا معي ابناء وبناء الطلاب كان يسكن هذا الموضع قبل الإسلام قبيلة طسم وهي من القبائل العربية البائدة التي عاشت في عصر قوم ثمود إذن كانت اليمامة قبل الإسلام يوجد فيها قبيلة طسم هذه القبيلة عاشت فترة قوم ثمود وكان موضعهم اليمامة أيضا عاصرت قبيلة جديس التي تعيش بالقرب منها وبالتحديد في منطقة الخرج التي كانت تسمى ماذا؟ الخضرمة أبناء كانت تسم قبيلة مستقرة ذات حضارة إذن تسم قبيلة مستقرة ذات حضارة وهذا ما يفسر أبناء وبنات الطلاب بقاء قصورهم ونخيلهم في خضراء حجر التي حينما وصل بنو حنيفة وجدوها كما هي السبب لقوة بنائها وعمق حضارتها وعمق حضارة قبيلة طسم ولكن حدثت بعض الخلافات بين قبيلة طسم وقبيلة جديس حدثت خلافات وحدثت حروب أدت إلى حروب قاتلة حيث تدخلت بعض القوى التي أججت وأشعلت هذه الحروب إذن قبل قدوم بنو حنيفة كانت قبيلة من؟ ممتازين قبيلة طسم هي التي وجدها أو هي التي استقرت وعاشت في اليمامة هذه القبيلة هي قبيلة عربية بائدة أحسنتم في قوم أو في عصر قوم ثمود وعاصرها أيضا قبيلة جديس التي كانت تعيش في منطقة الخارج حاليا التي كانت تسمى ماذا؟ الخضرمة حدثت بعض المشاكل وكما ذكرت لكم قبل ذلك طسم وجد بيوتها أو وجد بنو حنيفة حين وصلوا إلى اليمام بيوتهم وحدائقهم ومزارعهم هذا أندل على شيء يدل على قوة حضارتها وقوة بنائها وسبب نهاية هاتين القبيلتين هي الحرب الطاحنة التي حصلت بينهما وهو ما أدى إلى نهاية القبيلتين وبقى أماكنهم وأثارهم إلى حينما أو إلى أن وصلت قبيلة بني حنيفة لهاتين القبيلتين طسم وجديس قصصاً أسطورية وردت في التاريخ ومن أهمها وبالتأكيد سمعتم عن زرقاء اليمامة أبنائه وبنات الطلاب من هي؟ هي أمرأة من جديس من جديد ممتازين الذين كانوا يسكنون من؟ الخضرمة وعرفت بقوة بصرها وأنها أو إنها ترى على مسيرة ثلاثة أيام كان العرب قديماً ولا زالوا يضربون بحدة البصر فيقولون أبصر من زرقاء المقصود فيها زرقاء اليمامة كانت نهاية زرقاء اليمامة في الحرب التي كانت أو قامت بين طسم وجديس حينها حذرت قومها قبل قدوم طسم حيث رأتهم ويقال من القصص أنها رأتهم متخفين بأشجار فشاهدت هذه الأشجار تتحرك فأخبرت قبيلتها فلم يصدقوها وإذا هم قبيلة طسم قد هاجموا قبيلة قبيلة جديس وازدهرت مدينة حجر اليمامة في عهد بني حنيفة في الجاهلية ثم في صدر الإسلام فأصبحت أبناء وبنات الطلاب مركزاً إقليمي أو إقليم الإمامة وقر ولاتها واتخذها العرب سوقاً من أسواقهم وكانت تشتهر أبناء وبنات الطلاب اليمامة بالحبوب أو بزراعة الحبوب وكان أيضاً لها دور كبير بعد الإسلام حيث دخل العديد والكثير من زعمائها في الإسلام حيث أصبحوا مساندين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما أوقفوا تموين قريش من الحبوب كما ذكرت لكم كانت كانت هي من يزرع الحبوب ويبعثها أو يرسلها إلى قريش فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوقفوا التموين أمرهم بالاستمرار بتموينهم إشفاقاً على الناس من أن يصيبهم الجوع أبناء وبناء الطلاب في هذا الدرس تعرفت أنا وأنتم على من كان يسكن المنطقة التي نزلها بني حنيفة قبل وصولهم وأيضاً تعرفنا على موقف بني حنيفة بعد دخولهم من الإسلام وموقفهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك أبناء وبناء طلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شاكراً ومقدراً لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح شكراً